أما الآن ينضم إلينا الخبير الاقتصادي باسم أنطوان أهلا بك سيد باسم أهم الملاحظات على مشروع قانون الموازنة المعروض للتصويت عليه تحت قبة البرلمان خاصة ما يتعلق بحصة إقليم كردستان في تلك الموازنة شكرا جزيلا تحيتي لكم وإلى مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية يعني لأسف الشديد أنت لا تشعر أمام موازنة اقتصادية هناك مشكلة كبيرة هي أنه الموازنات اللي عبر سنوات مضت أغلبها موازنات سياسية تنفيذ مطاليب الكتل السياسية يتفقون على كل شيء وكما تعلمون آخر اجتماع كان بين اللجنة المالية ووفد الإقليم مجرى الاتفاق على كل العملية لكن وإذا بالاجتماع الأخير تشعر أنه طرحت مطاليب أخرى بعيدة عن واقع ما يحتاج البلد الموازنة هي حاجات البلد الاقتصادية وتحل برامج متواصلة عبر تنفيذ هذه الحاجات التي هي إيجاد فرص عمل قضاء على البطالة تقليل نسب الفقر بناء سكم ملائم تسيير القطاع الصناعي زراعي القوة الإنتاج تشتغل بشكل عام واقع المستشفيات أنت ترى نفسك بعيد عن هذا الواقع لأنه من يضع الموازنة الأسف الشديد في مجلس النواب لا يمتلك الثقافة الاقتصادية الكاملة عليه أن يسير حسب أهواء رئيس الكتلة وأكبر دليل هذا طلب رئيس الكتلة المغادرة غادره وبقى الشعب يعاني من مشاكل اليوم هناك مشاكل داخلية كل يوم تتعطل موازنة خسائر كبيرة يتعرض البلد مقاولين قطاع خاص متوقف على العمل بسبب عدم تزديد استحقاقاتها والمشاكل الأخرى اليوم مجلس النواب يطالب بعد أربعة أشهور على إعادة تعديل عودة سعر صرف الدينار الإراقي هذه المطالبات منطقية ممكنة سيد باسم يعني مطالبات نعم تلك المطالبات حتى يمسي ذلك واضحا كذلك لمن يتابعونها تفضل أنا عبر قناتكم الفضائية طالبت قبل ثلاثة شهور بدل أن يخفض الدينار الإراقي 23.5% أن يخفض 10% لأنه هناك تعافي من متشافي من مرض كورونا وهذا بمعنى راح يتحسن الاقتصاد العالمي يصير طلب على النفط وبالتالي يتعدل الوضع الاقتصادي تقل العجز بالموازنة لأنه كل دولار يصعد برميل النفط بمعنى العجز يقل تريليون ونصف دينار كل دولار وهذا ما حد سمع لأسف الشديد طالبت أن يكون 10% فقط التخفير لا يكون هناك أذان صاغية الآن هي ليس صلاحية أصلا كان مجلس النواب ولا صلاحية الحكومة هي صلاحية وزير محافظة البنك المركزي المجلس إدارة البنك المركزي هو مسؤول عن النقد وشعر الصارف وغيرها فأنت الآن كل يوم تغير أولا دوليا أنت راح وبالمنطقة راح تقل من ثقة المواطنين وقل ثقة الدول بالاقتصاد العراقي أنت أمام مشاكل اقتصادية كبيرة عليك أن تحل هذه المشاكل لا تكون موازنات سياسية ثم أنت عندك خطة خمسية هذه الخطة الخمسية تشكل خمس سنوات لموازنات متواصلة ستكون الدليل إليك أما هي ليس مزاج يجلسون أربعة أو خمسة لا يعرفون ألفاء الاقتصاد يريد أن يضع موازنة حياة أربعين مليون مواطن هذه أنا أسأل الآن بسبوعين أضع موازنة أأتي بمنظمات مجتمع مدني عشرين واحد خمسة ستة من أساسات الاقتصاد والحسابات يضعون موازنة متوازنة بمعنى الكلمة وتحقق نتائج أفضل وهدفها الرئيسي هو استراتيجية اقتصادية وليس موازنة سياسية ضمن هذه الاستراتيجية الاقتصادية ضمن هذه الاستراتيجية الاقتصادية سيد باسم معدل الفقر هل يبدو بأنه فعلا تراجع في البلاد يعني وعدد الفقراء في العراق بلغ عشرة ملايين فقير لا هذا سدي لا يمكن أن يتراجع بين الليلة وضحاها الفقر لا يمكن أن يتراجع بين الليلة وضحاها هذا تقرير أخير صدر من وزارة التخطيط العراقية هو أكثر من عشر ملايين مواطن عراقي تحت مستوى خط الفقر أنت الفقر يتحسن عندما تجد فرص عمل تشغل العاطلين وتجد لهم فرص عمل ويبدأ الانتاج والقطاع الخاص يبدأ بالعمل لم نلاحظ ذلك لسهب المطالة منع التجول هذه كلها تعمل على تقليص الدخل والطبقات الفقيرة تدفع الثمن لهذه العملية يعني اليوم أنا عندي 80 أكثر من 80% دخولها اهتزت بعملية تخفيض قيمة الدينار العراقي فما ممكن أن تتحقق قفزة سريعة بالاقتصاد سادينا رأي لمرحلة شهرين وثلاثة وسنة حتى ينهض نهضة بسيطة أما هي متصريحات كتابة ورقة وقلب أكو واقع السوق أكو مشاكل بالسوق شوفوا صار الآن انخفاض بالقوة الشرائية وتضخم نقدي وتوقف التاجر العراقي والمصنع العراقي عن الاستيراد والتصنيع لأن مجهولة كل يوم هناك أرقام جديدة لا يوجد اتفاق متواصل بين القوة السياسية عندما القوة السياسية تضع موازنة لن تكون موازنة ناجحة موازنات فاشة موازنات بنود وليس موازنات برامج نعم الخبير الاقتصادي باسم أنطوان شكرا وزيلا لك لانضمامك إلينا